السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله هذه الصور من منزل الشهيد هشام سالمي رحمه الله الجندي الذي سقط شهيدا في ولاية تيزي وزو وهو يحاول اطفاء الحرائق وانقاذ ارواح الناس العائلة تعيش في ظروف جد جد صعبة لكون هشام هو المعيل الوحيد للعائلة وبحكم ان الاب والاخ لا يملكون عملا مستقر على السلطات العسكرية والسلطات الولائية المحلية نظر بنظرة الانسانية والمسؤولية والالتزامات الروح الوطنية تخليدا لروح الشهيد وعلى الجمعيات في مختلف الولايات تقديم المساعدات والاعانات لهاته العائلات ومن اراد المساعدة وتجارة مربحة لا خسارة فيها مع الله هذا رقم والد الشهيد وهذا رقم اخوه ترجمة نانسي قنقر